اسم التجربة الاحتكاك والحركة الهدف من التجربة المقارنة بين قوة الاحتكاك السكوني وقوة الاحتكاك الحركي عناصر الامن والسلامة الخاصة بالتجربة كن حذراً عند استعمالك مقياس القوة أدوات التجربة مقياس القوة خيط كتابان خطوات إجراء التجربة نربط الكتاب بخيط ونربط الخيط بمقياس القوة نضع الكتاب على سطح أملس ونضع فوقه كتاباً آخر نسحب مقياس القوة بلطف ونقرأ قياس قوة سحب الكتابين عندما يكونان على وشك الحركة نستعمل مقياس القوة لسحب الكتابين بسرعة على السطح ثم نسجل من القراءة مقدار القوة النتائج تكون قوة الاحتكاك السكوني عند محاولة تحريك جسم ساكن وتكون أكبر ما يمكن عندما يكون الجسم على وشك الحركة أما قوة الاحتكاك الحركي فتنشأ في أثناء حركة الجسم وهي قوة أقل من قوة الاحتكاك السكوني